اشتركوا في القناة اولها قدم التعزية باستشهاد الامام الكاظم عليه السلام واشار الى المحاولة الاجرامية الارهابية الجبانة على جسر الائمة التي ارادت ان تلحق الاذاب العراقيين في هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم هذه محاولة تريد ان تنال من رمزية المناسبة اولا واهميتها على قلوب العراقيين وثانيا ان تنال من موقعها على جسر الائمة هذا الجسر الذي اصبح ذا رمزية منذ احداث 2006 وما حدث فيه جسر الائمة يشير الى ائمة الاخلاق في بلدنا الى الامام الكاظم عليه السلام والى الامام محمد الجواد عليه السلام والى الامام ابي حنيفة رضي الله عنه الشيء الطيب الذي شاهدناه ان الناس استنفروا في المدينتين وعلى كلتا الضفتين على نهر الدجلة في الكاظمية والاعظمية واكدوا وحدتهم في مواجهتهم لمثل هذه العمليات الجبانة والخسيثة هاتان المدينتان ستبقيان في يد واحدة في مواجهة الارهاب وقد شهدنا ذلك عفوا بين الناس وشهدنا كيف ان الكادر في جامع ابي حنيفة يستنفر ايضا لمواجهة هذه العملية تأتي هذه العملية بعد ختام زيارة مهمة اشار اليها السيد رئيس مجلس الوزراء وهي زيارة البابا قداسة البابا كان في العراق ومحطاته المهمة جرت تنويه بها في ديباجة المؤتمر وهي تكتسي اهمية كبيرة سواء في محطة بغداد او محطة الناصرية في اور حيث جرى هناك العمل على طقس واحد للديانات في العراق وهذا امر يعزز سمة التسامح والعمل المشترك بين العراقيين ايضا نوه السيد رئيس مجلس الوزراء بمحطة البابا في النجف ولقائه بالسيد السستاني لقاء هاتين الزعمتين الروحيتين الكبيرتين له دلالة كبرى في سياق ما يمر به بلدنا من مخاطر ومن تحديات البابا في محطة الموصل ايضا ارسل رسائل لتعزيز التنوع في العراق والعناية بالمسيحيين الذين تعرضوا الى نزيف في ان يفتقر العراق اليهم بعد كل ما جرى من تهجير وقسر هذه الرسالة ذات اهمية كبرى وهي تشاطر رسالة اربيل الذي عرج عليها البابا ايضا في صلاة توحد العراقيين وتعزز الثقة بانفسهم ما اود ان اشير اليه هو ان قداسة البابا ارسل رسائل كثيرة للعالم عن العراق تطمئن العالم على ان العراق يحظى باهمية وموجودة فيه الثقة في بناء مستقبله وبالمقابل لا بد من ان نشير الى ان رسالة اساسية ايضا انطلقت من العراقيين هذه المرة الى العالم وليس من البابا فقط بل من العراقيين انفسهم رسالة تقول انهم اكفاء للمحبة والسلام والتعاضد فيما بينهم ما يعزز هذه القناعة هو نجاح الزيارة النجاح الباهر الذي اشاد به الاغراب قبل العراقيين هذا ما جرى التنويه به في الاجتماع وحظيه بالاهمية وانطلاقا من الزخم الذي خلفته الزيارة دعا سيد رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء الى استثمار هذه الزيارة في التنمية الزيارة يمكن ان تتحول تبليط الشوارع ايصال الكهرباء والانارة الى الاماكن التي كان فيها حضور لقداسة البابا واتشار الى سؤال ما الذي يمنعنا من ان نستمر بالوتيرة نفسها ان نعمل ونقدم هذه الخدمات للعراقيين دون ان تكون هناك مناسبة مهمة مثل هذه المناسبة هذا التساعد الكبير اثير في الاجتماع ثم اوصى الوزراء بزيارة المحافظات ميدانيا نحن بحاجة الى عمل ميداني ولاسيما في مدينة الناصرية التي نشدد عليها هذه الايام لافتقارها الى ابسط الخدمات الاساسية وكذلك اوصى الوزراء في ان يعملوا ميدانيا في دوائرهم من موقع ادنى هناك مشكلات كثيرة في بعض الدوائر لا بد من الوقوف عليها شخصيا من الوزراء انفسهم وختم توصياته بالاهتمام خاصة لوزارة التجارة بالبطاقة التموينية هذه البطاقة التي هي تهم شرائح المجتمع الفقيرة وهي اساسية للمجتمع العراقي كانت هناك توصية مهمة ومشددة على وزارة التجارة ان تعمل في تعزيز البطاقة التموينية بعد هذين الموضوعين جرى حوار بين الوزراء في الموضوعين نفسهما الزيارة زيارة الامام الكاظم اليوم وغدا وزيارة البابا ثم كان هناك نقاش عن الموقف الوبائي في العراق يجب ان نتحدث بصراحة في هذا الموضوع هناك السيد وزير الصحة زود المجلس بتقارير مقلقة صراحة هناك تصاعد في العراق في عدد الإصابات ولا تفسير لهذا التصاعد غير تهاون المواطنين انفسهم على الجميع ان يتحمل مسؤوليته الحكومة تعمل بكل طاقتها وزارة الصحة لا تني تقدم خدمات ليلا ونهارا وتحاول جاهدة ان توفر كل ما تستطيع لكن اذا لم يكن هناك عمل جاد ومسؤولية وشعور بها من المواطنين لن تستطيع لا وزارة الصحة ولا الوزارة الجميعا ان تحتوي هذا الموقف خاصة في هذه الموجة الوبائية الخطيرة الإصابات اكرر في تصاعد وعلينا ان نتحمل المسؤولية التهاون لم نعد نستطيع تحمله حتى اعداد الزوار في الزيارة كان كبيرا ومقلقا ويجب ان نشير اليه يجب ان نتحلى بالمسؤولية في ان نحمي مجتمعنا بانفسنا ولا ان نلقي اللائم دائما على الاخرين فيما يتعلق باللقاحات تعلمون ان وزارة الصحة بدأت باعطاء اللقاحات للمواطنين هناك ستمائة وستين منفذ تلقيحي يا امه الناس لكننا نريد ان نشجعهم على تسجيل اسمائهم في المنصة الالكترونية لاخذ اللقاح هذا امر لازم ومهم يجب الانتباه ستعطى اللقاحات تباعا السيد وزير الصحة اشار الى انهم استكملوا في الوزارة اجراءات الحصول على عشرين مليون جرعة لقاح لا بد من ان تعطى تباعا للمواطنين ولذلك اعيد التسجيل في المنصة الالكترونية امر لازم ومهم سأشير فقط في هذه في هذا المؤتمر الصحفي الى قرار واحد يتعلق بوزارة الصحة ايضا فكان هناك نقاش وتثمين ودعم لجهود الجيش الابيض في وزارة الصحة فتقرر ان يمنحوا كتاب شكر وتقدير وان تمنح مكافأة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار لعوائل ذو الشهداء من الجيش الابيض لقاء خدماتهم العظيمة في التصدي لجائحة كورونا اشكركم شكرا جزيلا على الانصات واتلقى الان اسئلتكم السلام عليكم ياسر عامر من العراقية الاخبارية اسأل عن زيارة نتائج البابة وهنا حضرتك ذكرت بان سيد رئيس مجلس الوزارة تساءل هل ستكون لها اجابات قريبة والمواطن ايضا هل ستكون اجابات قريبة لهذه التساؤلات ونجاح الزيارة بكل مستوياته شكرا جزيلا شكرا على هذا السؤال الحقيقة هناك خطط في الوزارات كافة وخاصة الوزارات الخدمية وبتوصيات من السيد رئيس مجلس الوزارة في ان تستدام هذه الهمة العالية وان يبقى هذا الزخ الكبير في توفير الخدمات لكل وزارة الان اجتماعات وخطط بانتظار ان تمول وبانتظار الموازنة لكي تبدأ بها هناك افكار كثيرة ليس على مستوى الخدمات فقط المدينة التاريخية هناك افكار بصددها لانعاشها وتنشيطها سياحيا الاهوار المرتبطة بهذه المدينة هناك مشاريع كثيرة متوقفة حتى الان بانتظار التمويل والموازنة ولذلك اعتقد سيستأنف عمل كبير في هذه المسألة على مستوى اخر معنوي لدينا مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء في تعليقه على ختام زيارة قداسة البابا هذه المبادرة اساسية ومهمة وايضا الاعلان الذي ابداه عن يوم السادس من اذار يوما عراقيا للتسامح والتعايش السلام عليكم محمود المشهداني من صحيفة اساه اليابانية داعش اصبح لديه خبرة في التنقل والتخفي في المناطق الصحراوية والشمالية وحتى مناطق ادياله هل تتوقعون ان هناك دول عادة لدعم الارهاب؟ شكرا جزيلا سؤال مهم في الحقيقة ولكن انا اعتقد والمؤشرات التي نراها خاصة في دول الجوار الاقليمي الجميع يبحث عن فرصة للحوار والسلام الآن العالم كله اكتوى بنار الارهاب اولئك الذين دعموا الارهاب ارتد عليهم وتلقنوا درسا وواعوا هذا الدرس المؤشرات التي نراها وخاصة في تلك الدولة التي هي جيران لنا انها جميعا تجب وتدين هذا الارهاب وتبحث عن اي فرصة للحوار والسلام في المنطقة جميعا لاننا جميعا ننتفع من هذا السلام وجميعا نتضرر اذا ما عادت هناك موجة ارهاب جديدة السلام عليكم معاني الوزير معاني محمد الحسن وكاتل معلومة اخبارية بالامس دعا رئيس الوزراء الى حوار وطني ما الذي يميز هذه الدعوة عن سابقاتها وما مدى تعاطي الكتل السياسية معها وشكرا هذه المبادرة التي اطلقها السيد الرئيس مجلس الوزراء لا تخص نخبا سياسيا او كتلا سياسيا بعينها نحن نعيش ازمات متنوعة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الكتل السياسية على مستوى الموازنة على مستوى علاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية انتم تعلمون بازماتنا المتعددة الطبقات والكثيرة والمتنوعة لذلك هذه المبادرة للحوار الوطني تشمل كل هذه الصعد وهذه المستويات الحكومة هي بالاساس منفتحة على الحوار مع جميع هذه المشكلات والازمات ولذلك هذه المبادرة تأتي في توقيت مهم تعزز هذا المنهج نحن نستغل كل شيء قدمته لنا زيارة قداسة البابا خاصة في هذه المسائل المعنوية التي تريد ان تزيح ازمات ومشكلات عن كاهل بلدنا السلام عليكم السلام عليكم رئيس وكالة نقطة الضو من ضمن الرسائل التي بعثها حضرت البابا انه بخصوص حماية الاقليات بقوانين وليس يعني مجرد كلامنا يكون بقوانين هل توجد او توجه عند الحكومة لحماية او لتفعيل القوانين لحماية الاقليات منها قانون حماية الاقليات الموجود في مجلس النوا شكرا جزيلا لدينا اعلى قانون هو الدستور الدستور يحمل الاقليات الدستور الذي ذكرها صراحة ومنح حقوقها هو الذي يحدد هذه المسائل واعتقد تحت مضلة الدستور نحن نستطيع ان نعمل الكثير بالنسبة لهذه الاقليات على مستوى فلسفة الدولة لا اعتقد ان هناك جدلا او خلافا في مسألة هذا التنوع الثقافي والعرقي والديني للعراق فلسفة الدولة قائمة على هذا الاساس وتدعم هذا الاساس لكن مشكلاتنا على اصعدة اخرى ليس في توجه الدولة واراءها في هذه المسألة نحن ندعم هذا الاتجاه ندعم الاقليات حتى المفردة هذه احيانا نتحسس منها لان المكونات العراقية لا ينظر اليها على انها اكثريات واقليات هي مكونات اساسية تشكل هذا المجتمع ومستقبله السلام عليكم وعلى الوزير سعد البذراني رئيس تحريص صحيفة الاعلام هل اعدت الحكومة خطة لاستثمار مدينة اور التاريخية سياحيا ودينيا بعد تسليط الضوء لقدوم البابة الى العراق؟ وهل هناك دور البابة في طرح هكذا موضوع؟ شكرا جرى النقاش في هذا الموضوع هذا اليوم في اجتماع مجلس الوزراء هل اعدت الحكومة خطة؟ للحكومة خطط سابقة متوقفة كل وزارة كل قطاع لدي خطط مثلا في وزارة الثقافة على المستوى السياحي لنا تسعة مشاريع فيما يتعلق بمدينة الناصرية ما بين الاهوار ومدينة اور التاريخية متوقفة بسبب الموازنة والازمة الاقتصادية لدى وزارة الموارد المائية يعني ربما مثل هذا العدد من المشاريع وكذلك في اخر الاجتماعات مع هيئة الاستثمار طرحت هذه الافكار والمشاريع لكي نواحدها ونجد المستثمرين لها اذا هناك خطط نحن بحاجة فقط الى اقرار الموازنة والبدء بايجاد تمويل ومستثمرين لمثل هذه المشاريع هناك خطط كثيرة وان شاء الله تتم الاستثمار في زيارة البابة لمشاريع اقتصادية هم العراق شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة